موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام عنوين النشرة الرئيسية مراجعة مدونة الأسرة نفس إصلاحي لتحقيق التوازن الأسري وملأمة التشريع مع تطور المجتمع والهيئة المكلفة بالمراجعة تواصل الاستشارات لرصد واقع الأسرة المغربية والتحديات المطروحة بمجلس النواب المسادقة بالإجماع على مشروع قانون في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولية الأمة نص قانوني لتحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزال الحوز التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف استراتيجية استباقية ومنظومة أمنية متطورة لمكافحة الجريمة الإرهابية العابرة للحدود ودمان أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين نهاي دور إفريقيا لكرة القدم ذهبا وإيابا الودادة الرياضي يطمح إلى الظفر بلقب النسخة الأولى من بطولة السوبرليغة الإفريقية أمام نادي ماميلو دي ساندونز لتأكيد ريادة الكرة القدم المغربية إفريقيا أهلا بكم نبدأ هذه النشر ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى رئيس جمهورية باناما لاورنتينو كورتيزو كوهين وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها تواصلت اليوم جلسات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالاستماع للفاعلين المعنيين بقضايا الأسرة جلسات استعرضت من خلالها اليوم جمعيتان من المجتمع المدني تصوراتها لتعديل المقتضيات القانونية للمدونة التي تعرف اختلالات على مستوى التطبيق زكي بالقاس عتما تازي وفؤاد الحرش جلسة أخرى من جلسات استماع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لعدد من مكونات النسيج الجمعوي الجلسة خصصت للإنصاد لسحال في ربيع الكرامة الذي يضم مجموعة من الجعيات النسائية التي انخرطت في العمل لأجل تأثير في إصلاح التشريعات وفي مقدمة قانون الأسرة قدمنا مقترحات دقيقة تتعلق بجميع المواضيع التي تعالجها مدونة الأسرة سواء مفهومنا للزواج القائمة المسؤولية المشتركة مفهومنا للخطبة مفهومنا للطلق والتطلق الذي يتعين أن ينحصر في مستارتين يتنتين وهي الطلق الاتفاقي أو طلق بطلب من أحد الزوجين كذلك كيف يتحديد النفقة وكيف يتنفيذها تعديل جزئي لمدونة الأسرة هو ما تطالب به شبكة منتذى الزهراء للمرأة المغربية والتي وقفت عند إشكالات دقيقة خاصة في مستارة الزواج والطلاق نحن 130 جمعية وعندنا 30 مركز الاستماع وإرشاد الأساري الذي وقف عند هذه الاختلالة المرتبطة بمدونة الأسرة جزء منها مرتبط بتعقد مستارات الزواج ذلك كنقترح أن يكون هناك تبسيط لمستارات الزواج كي الإشكالات مرتبطة بالشقاق فبتالي الشقاق والله هو نوع ديال التطليق أو الطلاق الأكثر شهرة فبتالي نقترح أنه يتم ضبط المصطلح ديال الشقاق أما أبرز الإصلاحات التي عرضها الإتلاف النسائي من أجل مدونة أسرة قائمة على المساواة والكرامة فتتمثل في تعزيز عمل القضاء الأسري وتكريس المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة نطالب بمراجعة لغة حادثية لغة لا تتحط بكرامة المرأة والرجل وكذلك الأطفال النقطة الثانية هو القضاء الأسري وكذلك النيابة العامة كيف ممكن أنها تكون عندها موارد بشرية كافية وموارد مادية من أجل الشغال الصحيح والتفعيل الحقيقي لقانون أسرة الذي سنتمنى أنه يكون قانون ينبني حقيقة على المساواة الحقيقية والفعلية بين النساء والرجال مطالب بإصلاح مدونة الأسرة تختلف في سياغتها ومرجعيتها عرضت أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والتي تقود ورشة تعديل بشكل جماعي ومشترك لمناقشة رهانات تعديل مدونة الأسرة نستضيف أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط فؤاد مصر مرحبا بكم أستاذ إذن دائما في إطار مقاربتنا لورش تعديل مدونة الأسرة كيف يمكن معالجة الإشكاليات التي أفرزتها التجربة العملية بعد عقدين من تطبيق المدونة أعتقد في مثل هذه القضايا المجتمعية وورش مهيكل للمجتمع مثل ورش مدونة الأسرة ومراجعة وإصلاح هذه المدونة لربما المقاربة هي المقاربة التي تروم وتقوم على إشراك كافة أفراد المجتمع ومكونات المجتمع والاستماع إلى أرائهم وتطلعاتهم أكيد عندما نقف عند هذا الأمر نلاحظ أن الرؤية الملكية ماشت وصيرت هذا التجاه بحيث أنه في خطاب العرش الأسبق أطلق جالة ملك حفظه الله هذا النقاش العمومي المجتمعي لكي يتم الاستماع إلى جميع أفراد المجتمع وهذا ما كان بحيث أنه كانت العديد من اللقاءات من الندوات من الأيام الدراسية ولننتقل في مرحلة أخرى إلى عمل مؤسساتي مهيكا المنظم وهو الذي يجري الآن يتم بموجبه الاستماع إلى نتائج تلك الدراسات وتلك اللقاءات ومحاولة قيام بإعداد مسودة في هذا الإطار إذن لمعالجة هذه الإشكالات لربما المقاربة السليمة هي مقاربة إشراك جميع الاستماع إلى الجميع وتوجه نحو إصلاح هذه المدونة وفق المحددات التي حدثتها الرسالة الملكية أستاذ النقاشات حول مراجعة مدونة الأسرة هم عموما بعض النقاط كالولاية القانونية تزويج القصيرات تبوت النسب وغيرها من النقاط في أي اتجاه يمكن تجويد النصوص القانونية المؤطرة لكل هذه النقاشات أعتقد أن التجاه الذي يمكن أن يتخذه هذا الجويد هو تجاه الذي يهدف إلى ضمان تماسك الأسرة ضمان المحافظة على القيم التي تنظم وتجمع المغاربة قيم التضامن قيم التعاون إذن هذا التجاه هو الذي يجب الوقوف عنده في كل النقطة أكيد لابد أن تقوم أو أن تعمل هذه الإصلاحات على تقدم يعني إعطاء المرأة المكانة المناسبة صيانة حقوق النساء ضمان مصلحة الفضلة للطفل ضمان كرامة الرجل يعني في نهاية المطاف التوجه هو هذا يعني بغض النظر عن كل نقطة من النقطة سواء تحدثنا في الولاية أو في زواج القاصرات أو في قضايا النسب لا بد أن يكون يعني المحدد الجامع هو هذا التوجه ونجد ذلك من حيث أننا عندما نرجع إلى الرسالة الملكية نلاحظ أنها تدعونا إلى السمداد من مقاصد الشريعة الإسلامية وأيضا السمداد من القيم الكونية المبتوطة في التفاقيات الدولية ومحاولة الملاءمة بين هذه التوجهين مع مسايرة التطور التشريعي مسايرة التحولات المجتمعية الهدف إلى مواكبة التنمية التي يعرفها المجتمع إذن بغض النظر عن التفاصيل في كل نقطة على حدى ولكن توجه هذه الإصلاحات يجب أن يرعي كفتي الميزان ميزان تماسك والمحافظة على وحدة الأسرة واستقرارها واستمراريتها من جهة والكفة الثانية هي ضمان حقوق مكونات وأطراف هذه الأسرة من طفل ومرأة ورجل أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بن رباد فؤاد مصر نشكركم على كل هذه المعطيات صدق مجلس النواب في جلسة عامة شريعية عقدها اليوم بالإجماع على مشروع قانون في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفول الأمة ويندرج ذلك في إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل التكفل الفور بالأطفال اليتامة الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا بدون مورد فرح سعف بالإجماع صدق نواب الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون الخاص بمنح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفول الأمة المشروع الذي قدم مضامينه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني يندرج في إطار تعليمات الملكية السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامة الذين فقدوا أسرهم في كارثة الحوز وأصبحوا بدون مورد هذا القانون مهم بزاف وشتعل أن البرلمان المغربي صادق عليه بطريقة سريعة جدا لماذا؟ لأنه كان السرعة كما كان تعليمات درجات الملك فيما يخص محاربة تبعات زلزال الحوز كان هناك إجماع حول هذا المشروع المهم جدا أنه سيضمن لهذا الأطفال يكون عندهم مدخول شهري ويكون دعم مباشر هذا القانون ينص على استفادة حامل صفة مكفول الأمة من إعانة إجمالية قدرها ألف ومئتان وخمسون درهما شهريا إضافة إلى العلاجات الطبية والجراحية والاستشفائية المجانية وتخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السكاكي بالإضافة إلى دعم مالي عند كل دخول مدرسي وإعانة مالية بمناسبة عيد الأضحى لكل عائلة كفريق اشتراكي كان نهنؤ نفسنا على أنه سيكون سيضمن مكفول الأمة الأطفال في الحياة الزلزال والذي من شأنه أنهم يدمجهم في المجتمع اليوم تمت المصادقة وبالإجماع حتى لا يشعر هذا اليتامى بفراغ في الحياة دياله ومنقص من أي شيء بل بالعكس الأمة تتكفل وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره بالإجماع على مشروع هذا القانون في جلسة عامة الأسبوع الماضي ريادة على المستوى القاري والدولي تبصمها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف 215 خلية إرهابية أجهدتها المصالح الأمنية منذ سنة 2002 فيما تم تفكيك هذا العام 6 خلايا إرهابية تقرير سامير أسبال الاستباقية اليقظة المستمرة والحكامة الأمنية أبرز ما يسم المقاربة الأمنية للمغرب في تطويق الإرهاب وتجفيف منابع التطرف وفق التوجيهات الملكية السامية مقاربة مكنت من إجهاض عدد من العمليات التخريبية ومكافحة سلوك التطرف في مهده عبر تشديد المراقبة الأمنية على مختلف النقاط الحدودية والتصدي للجريمة العابرة للحدود بحسب معطيات أوردتها وزارة الداخلية منذ سنة 2002 أجهدت المصالح الأمنية 500 مشروع إرهابي كان يستهدف أمن المملكة فيما تم تفكيك حوالي 215 خلية إرهابية من خلال تتبع ورصد نشاط الخلايا الإرهابية المتطرفة واعتقال عناصرها وتقديمهم أمام العدالة وخلال سنة 2023 تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك ست خلايا إرهابية ما أسفر عن إيقاف 21 شخصاً خلال عمليات أمنية نوعية متفرقة ومتزاملة وبنفس الحس اليقظ تتابع سلطات الأمنية ملف المغاربة المتواجدين بصفوف التنظيمات الإرهابية ببؤر التوتر التعمل المصالح المختصة على الحيلولة دون تسلل هذه العناصر إلى التراب الوطني عبر المعابر الحدودية أو بصفة غير شرعية المقاربة الاستباقية للمغرب في التصدي للإرهاب باثت نموذجية قارياً ودولياً المملكة ساهمت في إحباط عدة مخططات إرهابية بالخارج من خلال التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعلومات وتعزيز سياسة التعاون جنوب جنوب مع بلدان القارة السمراء دول صديقة عدة استعانت بالخبرة المغربية في مجال الاستعلامات ومكافحة الإرهاب لتفكيك خطط إرهابية خطيرة الثقة الدولية في السياسة الأمنية للمغرب تتجسد أيضاً في ترأس المملكة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لثلاث ولايات متتالية مقاربة لا تنبني فقط على تقوية الحكامة الأمنية وتعزيز الترسانة القانونية لكنها ترتكز أيضاً على الترسيخ قيم الاعتدال والتسامح الديني من خلال هيكلة الحقل الديني وفق الرؤية الملكية السامية لمناقشة عناصر قوة المقاربة الاستباقية المغربية في تحييد المخاطر الإرهابية يلتحق بناء اللحظة المختار عمارة أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بررباط ومتخصص في الشؤون الأمنية وقضايا الإرهاب مرحباً بكم سي عمارة شكراً لك إذن بداية نتحدث عن إجهاد 500 مشروع إرهابي وتفكيك 215 خالية ما الذي يجعل من المملكة المغربية بلداً رائداً في مجال التصدي للتهديدات الإرهابية بداية نتوجه بالشكر الجزيل للحديث في هذا الموضوع الحديث على هذه الأرقام سواء بتفكيك الخالية الإرهابية أو عدد المتابعين في إطار هذه الخلايا يدل بما لا يزاع مجال للشك أن الاستراتيجية المغربية هي استراتيجية نجحة لماذا نتكلم على هذه الجزئية وهذا الأعداد لأن العمل الجاد للأجهزة الأمنية كان عملاً احترافياً من ناحيتين من ناحية الأولى هو أنه يأخذ خطبات اتباقية انطلاقاً من أن الأجهزة الأمنية أو الأجهزة كان هناك واحد تكامل واحد تنثيق تام بين الأجهزة الأمنية النقطة الثانية هو أن الأجهزة الأمنية تم توزيع أدوارها بشكل واضح ودقيق لم يتم مواجهة هذه الخلايا من قبل جهاز أمني واحد هناك مجموعة من الأجهزة الأمنية كل جهاز حددت له صلاحياته واختصاصاته وكان هناك واحد تنثيق تام بين هذه الأجهزة ليلة نهار مما أدى إلى تحقيق هذه النتائج النقطة الثانية هو القائمين على هذه الأجهزة والعاملين بها القائمين على الأجهزة على مستوى عالي من الكفاءة ومن الحرفية ومن الميانية والعاملين بها من خيرة الشباب ومن خيرة الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا الوطن لهم مغاربة خالصين هذه الخلطة هي التي أدت إلى القيام بمثل النتائج الإيجابية النقطة الثانية هو أنه إلى 590 تقريبا أو 580 خلية هو يعتبر عدد بالنسبة المجموعة من الدول قليل لماذا؟ لأنه كان يمكن أن يكون عدد أكبر من هذا بكثير لو لأنه من أصبح يفكر في الانتماء إلى بعض الخلال الأرهابية سواء كانت نائمة سواء كانت بطريقة الدئاب المنفريدة أصبح يتراجع عن قرار اختياراته لماذا؟ لأنه يعلم جيدا بأنه سيواجه مواجهة قبل تنفيذه لعملياته أو قبل حتى البدء في التخطيط لها بمجرد تفكير أو إبداء الأفكار أو إدلاء بأفكار تؤدي إلى تحقيق العمل الإرهابي وهذه يشهد للمغرب بها جميع الدول وأعتقد أن الأمر لم يأتي صدفة لأننا نتكلم عن أن المغرب نخارط منذ سنة 2001 واحد بأحداث تفجيرات ليويورك في محاربة الإرهاب بشكل جدي وفاعل حتى أنه أصبح مرجعا في هذا المجال نعم ارتباطا بهذه النقطة أستاذ عمار السباعي أين تكمن قوة المصالح الأمنية المغربية في تحييد التهديدات الإرهابية بالشكل الذي يجعل منها مرجعا عالميا في هذا المجال هذه النقطة نقدر أن نقول لك أن المغرب تميز بأمر مهم جدا بالمقارنة مع مجموعة من التجارب التي حاربت الإرهاب كيف؟ تلاحظوا بأنه إلى رجعنا الكرونولوجية للإحداث تلقوا بأن المغرب دفع تمن نخراطه في محاربة الإرهاب في سنة 2001 في سنة 2003 في 16 ميل سنة 2003 وحينها كان أكبر مشكل صدف المغرب هو عدم وجود قانون أو تشريعات تنظمه لأن هذه ظاهرة جديدة علينا فتم صدور قانون 0303 المحاربة الإرهاب بعد مدة قليلة جدا سنة 2003 ومن هناك راهنا المغرب على أمر على أنه مواجهة أمنية دون خرق لحقوق الإنسان وبعد منها مباشرة بعد منها بثنوات تم تسيث المكتب المركزي للأبحاث القضائية من هذا المنبر أحيي جميع العامينين فيه لأنه يقوم بدور حساس وفعال جدا ركزنا على الجانب الأمني ركزنا على الجانب التعاون على مستوى المغرب وعلى مستوى دول أخرى وركزنا على الجانب الحقوقي ببناء على أنه حتى في حالة إلقاء القبض على مجموعة من العناصر في الخلايا النائمة تيتم إحالتهم للقضاء وهناك من تمت إدانته وهناك من تمت بريئاته ساحتية يعني مش بمجرد أنه تهم بالإرهاب سيتم إدانته بالإرهاب كالنقطة الثانية وهي في غير الأهمية هو أن نترجع على ذلك المفتوحة لجميع من يفكر في عمل الإرهاب حتى أنه سنلاحظوا بأنه كان واحد نوع من جانب المؤسسة الثجنية من احتضان هؤلاء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع والنقطة الثالثة هو أن المغرب راهن على أن قضية إرهاب ليس قضية المملكة المغربية فقط قضية المملكة المغربية والجوار الإقليمي وعودة لذلك تلقوا بأنه كان هناك تعاون مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط مثل إسبانيا بلجيكا هولندا فرنسا وغير ذلك ولكن الإشكال المتروح الآن ولا بد أن نشير له أنه هو إشكال الأقالي من الصحراوية والمنطقة التي تعاني من عدم انضباط أمني لأننا نعرف بأنه المنظمة الإرهابية الكبيرة التي كانت فاعلة في الشرق الأوسط بعد خنقها لجأ البعض منهم إلى منطقة الساحل ونحن نعرف بأنه المرتثقة البوليذاريو بشكل يقيني وبشكل أمني محدد مية من العناصر ديالها تبوت بأنهم تمول منظمة إرهابية أصبحت ليست منظمة أو صانعة تهدف إلى خلق إذعاج للمغرب بقدر من أنها أصبحت تمول الإرهاب لأنه عندما تحتضن إرهابيين أو تدرب إرهابيين على أرض دولة يعني أعطتهم هذه الكلمتيات فهنا تلقوا بأن التحدي الأمني كبير هنا لابد من الإشارة إلى أنه المغرب كان صمام أمان المجموعة من الدول سواء في شمال أفريقيا أو حتى دول عربية على مستوى الخليج العربي وكذلك على مستوى شمال أفريقيا وكفي كما قلت لكم أنه اليوم بالمناسبة وهذا دليل على أن المغرب قام بتدخل في ثواحله بمنطقة داغلا بإنقاذ 280 مهاجر ثري وهذا نوع من التجار في البشر ومشي مهاجرين مغاربة هذين مهاجرين انطلقوا من دولة سنغال شقيقة عبر قاربين منذ 19 و 20 أكتوبر فتم إنقاذ وكانوا توجيه الجذل الأكراري يعني أنت تتكلم على أن الأجهزة الأمنية التي تتحمي هذا الوطن وبالفرض تساعد الدول المجاورة على أنها لا تقتصر على حدودها المياه الأقليمية في المنطقة الصحراوية أو الداخلية بل أكثر من ذلك أنها تحمي رعاية دول أخرى يتم استغلالهم انطلاقا من تنظيمات إرهابية دولية أستاذ المختار عمار السباعي شكرا لكم على كل هذه التوضيحات أذكر أنكم أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط ومتخصص في الشؤون الأمنية وقضايا الإرهاب شكرا لكم شكرا لكم نواصل بأحوال التقص نشرة خاصة حول التوقعات البحرية من المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت بأن أمواج عاتية يتراوح علوها ما بين أربعة وستة أمتار مرتقبة ابتداء من صباح يوم الغد على سواحل المحيط يوم الأحد المقبل على سواحل المحيط الأطلسي بين أصيلة والترفاية مشيرة إلى أنه من المتوقع أيضا تسجيل تحسن تدريج ابتداء من بعد زوال الأثنين المقبل وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية عرفت عدد من مناطق المملكة تساقطات مطارية كانت أعلاها في القنيطرة سبعة مليمترات ثم تنجا الميناء ست مليمترات أدنى نسبة كانت بكل من تنجا ستتنوصر أسفي تنطان والنظور أقل من مليمتر وبالنسبة ليوم غد السبت تتوقع المديري العام للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية عامة بتقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل فوق المناطق الجبلية وستظل الأجواء أحيانا غائمة بكل من منطقة تنجا الريف الغربي اللوكوس مع إمكانية نزول بعض القطارات المطارية المتفرقة أمطار ستعود بالنفع على القطاع الفلاحي وشجعت الفلاحين على استئناف نشاطهم الزراعي وكلهم أمل في موسم فلاحي جيد من فاس روبرتاج مهدي محب وأنوار الغماري ارتفاع بنسبة 12 فيلم أسجله إقليم فاس على مستوى التساقطات المطارية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي تساقطت ونسبشرة مع الفلاحون خيرا وشمروا على سواعدهم لبداية عمليتي الحرف والسرعة جينا نأخذ اليوم الملحة الدم الحمد لله هذا الأمطار الخير جينا نأخذ اليوم الملحة الحمد لله لتصد دولار دولار قيمة بالواجب ديالها عملوا العمل لفترة نأخذينا بـ 500 درام اليوم نأخذها بـ 150 درام الملحة الآلة الفلاحية ديال المباشير الموسم اللي فات أعطتنا أحد المرضوذية مزيان والحمد لله الحمد لله لها الخيرات ده بدنا نحرطه مزيان ده بالحمد لله تساقطات المطارية شجعت الفلاحين بجهة فاس مكناس على اقتناء البذور المختارة والأسمدة الأزوطية المدعمة من طرف الدولة أسمدة متوفرة بكميات تسد حاجية الفلاحين هذه تساقطات المطارية شجعت الفلاحة على اقتناء البذور المختارة من نقاط البيع وكذلك شجعتهم على اقتناء الأسمدة الأزوطية المدعمة من طرف وزارة الفلاحة على ساعة المدعمة تقريبا عدنا 56 ألف قمطار من تعد الأسمدة الأزوطية كما تنعرف الأسمدة الأزوطية هي عندها مناسبة مهمة في اكتفاع الإنتاج وهي تدخل في المكونات من تجد الفلاحية أمطار الخير وأسمدة المدعمة في إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية عاملان يشجعان الفلاحين على بداية موسم فلاحي يتوقع أن يكون جيدا ارتباطا بالفلاحة وفي مجال تربية الماشية وبهدف حماية وتنمية سلالة الأبقار والماس زعير تم بجماعة والماس التوقيع على اتفاقية إطار لتنفيذ البرنامج الممتد بين وذلك بتعبئة مبلغ 80 مليون درهم في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التفاصيل مع ابسلام الخلوي وابراهيم لاوتي المباراة هذه موعد سنوي للكسابة بجماعة والماس إقليم الخمسات وبالخصوص لمربي سلالة أبقار والمزعير لإبراز أحسن ما في القطيع من أبقار وفحول وعجول وتأكيد للتعلق بهذا الصنف المحلي المهم وجهود حمايته والمحافظة عليه هذه السلالة أصل لها المغرب الحمد لله أصل بلدية كنقول هنا في كينا في المغرب كينا في ثلاثة الجماعات هنا جماعة وقشمير جماعة تيشو وجماعة والماس هذه السلالة هذه والماس ربنا مجدود ونحن هذه السلالة لا نفرتش فيها صبارة وخالجافة هي تقضي بليكين هذه السلالة تصبر لبرد وكتصبر للشمش وكترعاف الأعشاب التي تكون سنة موم طيرة وكيعطي الله الخير ما كان علفوش تنظيم هذه المباراة يندرج في إطار برنامج حماية وتنمية السلالة شقراء والمزعير وخلالها تم تتويج عدد من الكسابة وتوزيع 16 جائزة تشجيع همت أربعة فئات كاعتراف بمجهود مهنيين في الحفاظ على الأصل بالمناسبة كذلك تم توقيع اتفاقية إطار لتنفيذ برنامج حماية وتنمية هذه السلالة مع الفيدرالية المغربية لمربي سلالة الأبقار والمزعير لدينا برنامج الذي وقعناه مع الفيدرالية سلالة والمزعير الذي سيجعلنا لنحافظ عليها أولا وثانيا لنوسعه في القطيع الذي اليوم لدينا 5 ألاف تقريبا رأس لكي نوصل إن شاء الله 15 ألف و1 ألاف من تاع الرؤوس التي تكون نوات التي هي أصيلة ويكون دعم جدا مهم هذا البرنامج 80 مليون درهم هناك برنامج عمل مكتف على 7 سنوات يجعل أن هذه المناطق ستشد في هذه السلالة ولكن أيضا الهدف والتوسيع امتهان هذه السلالة إلى مجالات أخرى وخاصة الأطلس المتوسط والكبير والصغير تندرج هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر وتنفيذ عقد برنامج تنمية سلسلة لحوم الحمراء ومضامنها وبندها عديدة تصب في اتجاه المحافظة على هذه السلالة بخصوص وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من السنة الجارية أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذاكرة تتضمن عشر نقاط رئيسية أبرزها فقدان الاقتصاد الوطني ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من السنة الجارية 297 ألف منصب شغل وذلك نتيجة فقدان 29 ألف منصب بالوسط الحضاري و269 ألف بالوسط القروية تراجع معدل النشاط إلى 43.2% على المستوى الوطني البطالة تبلغ 13.5% مقابل إحداث قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية لـ 14 ألف منصب شغل وفيما يتعلق بقطاع السيارات أفادت جمعية مستورد السيارات بالمغرب بأن إجمال مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 130 214 وحد خلال الشهور العشر الأولى من هذه السنة بالخفاض نسبته 2.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 في الخبر الدولي ومع قرب انتهاء شهر على المواجهات بين حماس وإسرائيل وصل الطيران الحرب الإسرائيلي قصفه للبنى التحتية والأحياء السكنية والمستشفيات في قطاع غزة ما رفع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 9000 ومع استمرار عملية اجتياحها البري لغزة اعترفت إسرائيل اليوم بمقتل المزيد من جنودها في هذه العملية إبراهيم المرزوقي من جديد عاد الطيران الإسرائيلي ليستهدف المستشفيات في قطاع غزة والأطقم الطبية وصيارات الإسعاف حيث قصف اليوم بوابة مجمع الشفاء الطبي بغزة ومصابين كانوا متوجهين نحو معبر رفع ما أدى حسب مصادر طبية فلسطينية إلى استشهاد 15 فلسطينيين وإصابة آخرين تم اطلاق النار بشكل تحذيري لعدم التقدم يعني اليوم تم اطلاق النار علينا في أكثر من مكان في منطقة مثلا المستشفى في منطقة المستشفى الأردني لما جئنا نطلع باتجاه الإصابة وكمان بلغونا عن إصابة في منطقة الهدف القصف الإسرائيلي استهدف أيضا عددا من الأحياء السكنية ما أصفر عن سقوط المزيد من الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال نستشهد أهل كلهم 11 عشر أبرياء بعدين ليس زنب البيت اتدمر المنطقة مدمر ليس شهنة ولا فدائي كلهم ناس مدنيين كلهم ناس غلابة وفي اليوم الخامس من التوغل البذري الإسرائيلي في قطاع غزة أعلنت إسرائيل عن مقتل أربعة من ضباطها وقائد دبابة ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البذري على غزة هذا الأسبوع إلى 25 وعلى الصعيد السياسي حل اليوم بإسرائيل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في تالت زيارة له إلى تل أبيب منذ اندلاع هذه الأزمة وحسب مصادر أمريكية فإن بلينكين سيدفع إسرائيل في هذه الزيارة إلى الموافقة على وقف مؤقت للغارات على قطاع غزة من أجل السماح بالوساطة ارتفعت حصيلة ضحايا العاصفة سياران التي دربت أوروبا إلى 12 قتيلاً كما تسببت العاصفة في اضطرابات كبيرة في ظل إغلاق موانئ وإلغاء رحلات جوية وتلوث الهواء يجبر السلطات بن يدلهي على إغلاق المدارس بسبب المستوى الخطير لتلوث الهواء وانتشار دباب أصفر سام ويتسم بخطور كبيرة أعلى بخمس وثلاثين مرة من الحد الأقصى الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية بمدينة العيون تم إطلاق منصة جسر التمكين والريادة لفائدة دعم النساء وتمكينهن اقتصادياً بالمناسبة تم التوقيع على عدة اتفاقيات في هذا الإطار سلك بجدور المحجوب كزيزة تمشياً مع المرامي الكبرى المتعلقة بالنهوض بأوضاع وحقوق المرأة وتمكينها من الإدماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وإعطائها المكانة اللائقة بها يأتي هذا اللقاء كثمرة تعاون وشركة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والفاعلين الترابيين بجاة العيون الساقية الحمراء وبلبرت الاتفاقيات المشتركة تم اليوم إطلاق برنامج جسر التمكين والرياضة لكي استهدفت لسلف امرأة أو لكي يجيب إطار تفعيل برنامج الحكومي للرفع من النشاط الاقتصادي للنساء فأطلقنا المنصة الرقمية وتسجل عدد كبير من النساء في جميع العمالات الأقاليم ديالجهة هناك برنامج اجتماعي كله فيه الحكومة جزء الوزارة التي تشرف على برنامج سمي برنامج التمكين والرياضة الاهتمام بالفئات الهشة هذه مرحلة أولى وهو التكوين والمصاحبة للهلوج بعد ذلك المرحلة الدعم في غمرت الاحتفالات بعيد المسيح الخضراء اليوم وهو ختام برنامج وطني شمول على مستوى الجهات تأتغيى الاتفاقية الموقعة التأهيل والتمكين الاقتصادية للنساء حاملات المشاريع ودعم العنشطة المديرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضع إعاقة كما تم بالمناسبة اطلاق منصة جسر التمكين والرياضة فضلا عن توقيع اتفاق تسليم مراكز اجتماعية مع مجلس جماعة العيون نجل النهوض بالعمل الاجتماعي وتأكد النساء نساء باش نعملون نقدوا نخدموا معاهم في الموضوع وجميع جهود ديانة اللي يتركز على ذا الميدان اللي ما فيه الولاية ما فيه التنمية البشرية ما فيه الوزارة ما فيه التعاون الوطني اللي هو التابع الوزارة وهذا بالنسبة لنا كجية العيون مهم جدا يرتكز المشروع الجديد برنامج جسر التمكين والرياضة على تمكين النساء من الإخراط في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وتقليص الفوارق في معدل نشاط النساء والرجال وهي مفتوحة في وجه النساء في وضع صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة حاملة لمشاريع بحيرة ويوان مفخرة الأطلسي المتوسط التي تتميز بجمالها وتنوعها البيولوجي هي مقصد عشاق الصيد من كل الجهات وحتى المتقاعدين يقضون جل أوقاتهم في متعة الصيد زيناء ايتلامين أحمد الفاضلي ويوسف مزياني في ويوان ماء وخضرة وجو صحو يغري بمقام طيب على ضفاف البحيرة محمد يقضي سحابة يومه يطارد أسماكا شاقية لا تفتأ تراوي غصي النارة ولا ينطل عليها الطعم في كثير من الأحيان لكن محمد لا يسأم من طول الانتظار من المرة التقاعد الإنسان يقلب على فين يدوى شوية الوقت فشي ألور أنا بالنسبة لي الصيد كلقى فيه راحتي كان جي عرفتوا المزايا ديال الصيد تعلمك الصابر لكونسنتراسيان كتتعرف على وجوه يعني كتفتح علاقة اجتماعية مع ناس خري لما كتعرف كتدوو وقيد زوي الصيد هنا يضبط بالمراقبة ويخدع لشروط حماية الثروة السمكية كنا رخصة ديال الصيد اللي كان حصله اليام المياه والغابات كان قطعه بيرمي ديالنا وننوريه لكم هو هذا رخصة ديال السنة ها هي هي باش كنصيده احنا ضدك الصيد العشوائي لأنه كيخرب كما كتعلمو تعرفون هذه الثروة السمكية والحمد لله بالإضافة لهذه الرخصة المياه والغابات هم يزوروا المنطقة كيقوموا بالمراقبة على ضفاف البحيرة يخلق الصياد صداقات ويتبادل تجارب والترائف الصيد مع أناس يشترك وائيهم شغف الهواية صبر الرجل توج بصيد ثمين ينضبط محمد لقانون الصيد السمكة صغيرة ستنعم لا محل بالعودة إلى دفء البحيرة هذا فيه 40 سنتين هذا يرجع اللماء هذا ما مسموحش به هلاش لأسيطان برشطان ما زال صغير وانصفته باش يعيطليك باهره يلا في ويوانيا تسلل الزمن سريعا فمتعة الصيد وجمال الطبيعة كفيلاني بأن يعفيك من عد عقارب الساعة حتى وإن لم يحالفك الحد في صيد وفير في الصفحة الفنية أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش عن اختيار 25 مشروعا وفيلما للمشاركة في الدورة السادسة لورشاة الأطلس التي ستقام خلال الفترة ما بين 27 و30 وامبر الجاري موازاتا مع الدورة العشرين للمهرجان ورشاة الأطلس ستقدم في دورتها السادسة 16 مشروع فيلم في مرحلة التطوير وتسعة أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج تنتمي إلى أحد عشر دولة والتي تم اختيارها من بين 320 طلبا للمشاركة تم التوصل بها من القارة الإفريقية والعالم العربية في الرياضة بطولة السوبرليغ الإفريقي في نسختها الأولى ستقوي مكانة كرة القدم الإفريقية قاريا وعالميا وستمنح الفرصة لللاعبين والأندي للتنافس وتطوير الأداء فريق الوداد البداوي نجح في تأكيد قوته القرية بعد أن سجل أداء متميز بوصوله إلى نهاء المسابقة أمام نادي ساندونز الجنوب إفريقية في كرة القدم دائما أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية اليوم أنه تقرر تأجيل مباراة نادي الرجاء الريادي والفتح الرباطي التي كانت مبرمجة بعد غد الأحد برسم الدور الثامنة من البطول الاحترافية للقس نذكر بالعنوين مراجعة مدونة الأسرة نفس إصلاحي لتحقيق التوزن الأسري وملأمة التشريع مع تطوير المجتمع والهيئة المكلفة بالمراجعة توصيل الاستشارات لرصد بمجلس النواب المصادقة بالإجماع على مشروع قانون في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولية الأمة نس قانوني لتحسين الوضعية الاجتماعية والمعيشية للأطفال ضحايا زلزالي الحوز التجربة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف استراتيجية استباقية ومنظومة أمنية متطورة لمكافحة الجريمة الإرهابية العابرة للحدود وضمان أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين نهاي دور إفريقيا لكرة القدم ذهابا وإيابا الوداد الرياضي يطمح إلى الظفر بلقب النسخة الأولى من بطولة السوبرليغة الإفريقية أمام نادي ماميلو دي سانداوز لتأكيد ريادة كرة القدم المغربية إفريقيا شكرا لكم على المتابعة إلى الغد إن شاء الله دوستراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر